على عتبة شهرها العاشر تقديرات تشير إلى الإعلان عن نهاية حرب غزة بصورتها الحالية خلال عشرة أيام هذا ما كشفتها القناة 13 الإسرائيلية مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينتقد بعد تلك الفترة إلى المرحلة الثالثة من الحرب تلك المرحلة تعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة باستثناء محوري فيلدالفيا وناتساريم ومن ثم تشن العمليات وفق معلومات استخباراتية هنا نقلت القناة عن مسؤول الإسرائيلي قوله أن الحرب لن تنتهي والتحرك سيكون حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط لحركة حماس الحديث عن نهاية الحرب يلتقي مع إعلام بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نهاية عملية رفح جنوب القطاع خلال أيام قليلة وهو حديث يؤكد جديته تهديد إتمار بنكفير وزير الأمن القومي بالاستقالة من الحكومة في حال توقفت حرب غزة يبقى أن كلام نتنياهو عن نهاية عملية رفح سبقه تصريح ليو آف غالنت وزير الدفاع رأى فيه أن نتائج هناك مسيرة للأعجاب للغاية على حد تعبيره قائلا لقد تحطمت روحهم القتالية والوقت يعمل ضدهم إلى جانب الحديث عن نهاية الحرب ثمت كلام عن مفاوضات مقبلة بغية إجراء تسوية مع حزب الله هنا ذكرت معلومات صحيفة أن آموس هاكشتاين المبعوث الرئاسي الأمريكي سيزور باريس يوم الأربعاء المقبل لوضع الجانب الفرنسي في صورة الاتصالات التي أجرها فيتال أبيب وبيروت بحثا عن منع توسيع حرب غزة إلى لبنان بحث سبقه تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي العمل على إعادة السكان سكان الشمال المهجرين بفعل الحرب إلى منازلها عبر تسوية أو عن طريق القوة موضحا أن جيش بلاده مستعد للهجوم والدفاع